وكان جلالة الملك عبد الله الثاني أكد أن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال قرار خطير تهدد نعكساته الأمن والاستقرار ويحبط الجهود لاستئناف عمليات السلام جاء ذلك في كلمة جلالته خلال افتتاح القمة الطارئة لدول منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول التي حملت تحذيرات مباشرة من آثار غياب حل عادل للقضية الفلسطينية نجتمع اليوم لمواجهة تحديات جسام تواجه العالم الإسلامي والتهديد الخطير لمدينة القدس القدس هي الأساس الذي لا بديل عنه لإنهاء الصراع التاريخي تحذير مباشر وتمسك واضح بثوابت حل الصراع حملته كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح القمة الإسلامية الطارئة إن أغلب ما يشهده العالم العربي والعالم من حولنا من انتشار العنف والتطرف هو نتيجة لغياب حل عادل للقضية الفلسطينية الرؤية الملكية لطريق السلام الشامل لم تتغير فلا سبيل إلا بحل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية بعيدا عن القرارات الأحادية ذات الآثار الخطيرة ولطالما حذرنا من خطورة اتخاذ قرارات أحادية تمس القدس خارج إطار حل شامل يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية والدولة المستقلة وعاسماتها القدس الشرقية وانطلاقا من مسؤولية تاريخية تجسدها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس أكد جلالة الملك استمرار هذا الدور الأردني الهاشمي الصامد في وجه أي محاولة لتغيير الوضع القائم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القدس أولى القبلة القدس في وجدان كل المسلمين والقدس في وجدان كل المسيحيين إن حق المسلمين والمسيحيين في القدس أربيديون خالد ترجمة نانسي قنقر